تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة اشتركوا في القناة تتابعون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور تبي صبح عليكم الخير ما شاء الله اليوم جميل الجو جميل الجو تحسون ينظر بالمطر وإن شاء الله تنزع لنا الرحمة إن شاء الله اليوم وإذا ما نزل المطر ما مشكلة المهم نستمتع بالجو في مطر أو ما في مطر المهم هو واحد يكون إيجابي واستمتع بالجو بجميع حالاته فالحين الجو مناسب عشان نروح برع ونمارس الرياضة اللي أجلناها سبع شهور في الصيف عشان قلنا حر ما نرم نمشي الحين نستغل الجو ما بقول الشتن والخريف والربيع ونتمشى ونسوي رياضة عشان نكون نصحيين وإيجابيين أكثر هذه محديثتكم دكتورة ندل ملة زميني محمود لا يزال في مهمة متعلقة بالعمل وإن شاء الله إن شاء الله بنضمنا الأسبوع القادم رحب أو شي بالطرق الموجود معاي معاي أيمن سرحيل في الإخراج صباحك ورديا بونور وفي التنسيق كالعادة ميرا لغفلي صباحك ورديا أم خليفة ويعطيش ألف ألف عافية أذكركم أولا برقام التواصل لأن مثل ما نقول هذا البرنامج هو برنامجكم فعشان تتواصلون معانا على 600551414 والرسائل النصية على 4006 ترشون اقتراح ملاحظة فكرة شكر أي شي حابين أنتوا تشاركونا على الهوى ويوصل لمسامع المسؤولين أو المعنيين خصوصا الأفكار أو الاقتراحات اللي تحسون ممكن تحسن من خدمة تحسن جودة خدمة معينة يعني يكون لها تأثير على عدد كبير من المتعاملين على الموظفين احنا ندور مثل هذه الأفكار وعشان بعد يكون مخرجات البرنامج دائما إيجابية مثل ما تعاوتوا دائما فأول فقرة في البرنامج يكون عندنا الدراسة رح نقول دراستنا على السريع عشان بعدين رح يكون عندنا الفقرة التغذوية دراستنا اليوم شا تقول خلصت دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة The Lancet البريطانية إلى أن خطر التعرض لمضاعفات خطيرة بعد عملية القلب يكون أدنى بمرتين عندما تجرى العملية في فترة بعد الظهر مقارنة مع مخاطر إجرائها في الصباح وذلك جراء مفاعل الساعة البيولوجية قال الطبيب القلب ديفيد منتاني وهو أحد معدي دراسة جراحات القلب آمنة مع القليل من المضاعفات على وجه العلمون لكن إذا ما نظرنا تفصيلا يبدو أن الجراحة خلال فترة بعد الظهر توفر حماية للقلب وأشار بارت ستايلرز الأستاذ في المركز الجامعي والاستشفاء الإقليمي في مدينة ليل الفرنسية أحد معدي دراسة إلى أن الوقت خلال النهار أي ساعة البيولوجية تؤثر على تفاعل المريض مع هذا النوع من العمليات نافتا إلى أن الفارق لا يستهان به هذه الدراسة تمشي مع كثير من المرات التي طرحنا في صحة وسعادة موضوع احترام الساعة البيولوجية للإنسان ترى الساعة البيولوجية عندنا تتحكم في كافة العمليات التي تم في جسمنا تتحكم حتى في مزاجنا تتحكم حتى في إنتاجيتنا في طاقتنا في تفكيرنا في مزاجنا خلال اليوم فإذا الإنسان تعلم أن يحترم الساعة البيولوجية مثل ما تسمعون دائما يقولون استمع لجسمك استمع لساعتك البيولوجية جسمك شوي بيوصل لك رسالة أحيانا كثيرا إحنا نلعب بالساعة البيولوجية مالتنا بالسهر ما ناخد قسمنا الراحة ما نشرب ماي كفاية ما نمارس الرياضة بشكل كافي ما ناكل أكل زين فيأثر كل هذا على جسمنا وعلى عمل الساعة البيولوجية والجسم يحاول يوصلنا رسائل معينة لكن إحنا أحيانا ننسى أو ما نسمع للجسم إنه شو قاعد يطلب منه وصدقوني لو نسمعنا للساعة البيولوجية وجسمنا شي يقول لنا وصلنا لحالة التفاهم رح تقل حتى نسبة الإصابة بالأمراض عندنا إحنا رح نروح للفقرة التغذوية جاهزة ميرا رح نروح حين للفقرة التغذوية بنتكلم عن تغذية مرضى قرحة المعدة مع الأستاذة السامية العثامنة أخصائية التغذية العلاجية بهات الصحة بالبي وصباحة شوارد أستاذة سامية صحة لجميع متابعيننا حياة الله تفضل يا حبيبتي حبيبتي بالنسبة لتغذية مرضى نظام قرحة المعدة قرحة المعدة لها أسباب علاقة في التغذية فمن أهم التعليمات التي نصح فيها الأشخاص المصابين من قرحة المعدة بعد استشارة الطبيب طبعا أنه يتجنبوا تناول الطعام الساخن جدا أو البارد جدا وذلك لإبعاد المحفزات والمهيجات عن المعدة يجب أن يكون الطعام تقريبا على درجة حرارة الغرفة ثانيا يجب أن ما نملأ المعدة بالطعام كثير من الناس يركزوا على وجبة واحدة أو وجبتين بس خلال النهار فهذا يؤثر سلبا يضطر المعدة لإفراز العديد من الأنزيمات حتى تكون قادرة على هضم الطعام وبالتالي تزيد الحموضة وتزيد الاستجاب لقرحة المعدة فبالتالي يجب تناول الطعام بحيث أن يكون ثلاث وجبات صغيرة متعددة طول اليوم ووجبتين صغيرتين كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية النصائح الأخرى أن تناول الأكل في مواعيد ثابتة في ناس كثير مثلا ما بيخرجوا للدوان بدون تناول وجبة الإفطار أو ببعده بين الوجبات هذا يؤدي أن حمض المعدة الموجود أصلهم في المعدة يفرز على جدار المعدة نفسه فبالتالي المعدة تتلف بشكل سريع يجب أن يكون في المعدة تقريبا كل ثلاث ساعات كمية من الأكل حتى يكون الحمض يشتغل على الأكل اللي في المعدة وليس على جدار المعدة نفسها صحيح من الوجبات التي تساعد على الفئام قرحة المعدة هي اللبن الزبادي وذلك تحتوى على البكتيريا النافعة نسمع كثير دراسات أجهة على البكتيريا النافعة الموجودة في اللبن لذلك هو غذاء جيد ورائع جدا بالنسبة لمرضى قرحة المعدة اللبن الحليب العادي إذا كان الشخص ما عنده حساسية من اللاكتوز البسكويت ساندويش الجبن مثلا واجبات خفيفة الموز من النصائح الأخرى اللي بننصح فيها كمان مرضى قرحة المعدة علم النوم بعد تناول أكل مباشرة وذلك أكيد الاستلقاء بعد تناول الوجبة يخلي الحمض يرتجع وبالتالي ممكن عراض قرحة المعدة تلداد صحيح يجب التقليل من المواد اللي ترفع إنتاج حمض الهايدروكلوريك أو حمض المعدة واللي هي القهوة الكافيين الشاي المشروبات الغازية والشوكولاتة في ناس بيبدأوا صباحهم بتناول فنجان من القهوة صباحا هذا خطر جنزان خاصة إذا كان الشخص أصلا مشخص بقرحة المعدة يجب أنه يبدأ تناول طعام وجبة عادية ثم إذا يلحقها في فنجان قهوة أو فنجان شاي مش مشكلة بس عدم المبالغة والإكثار من هذه المشروبات الأملاح أو المخللات بشكل عام الأطعم المحفوظة كلها تؤدي إلى كمان تهيج المعدة وبالتالي يجب التقليل منها قدر الإمكان الأسماك المعلبة المخللات البطاطس الشيب فول الصوية الصلصات العصائر المحفوظة مثلا المكسرات المملحة هذه كلياتها تؤدي إلى تهيج المعدة ويجب التقليل منها اللحوم المعلبة أيضا تحتاج إلى هضم وتحتاج إلى أنزمات بكميات كبيرة من المعدة هذا يرهق المعدة وبالتالي يزيد من حساسية المعدة إذا كان الشخص يصاب بقرحة المعدة المايونيز الكاتشاب هذه الأشياء كمان ننصح مرضانا أنهم يبتعدوا أو يخففوا منها قدر الإمكان هذه مجملة النصائح الغذائية لأنصح فيها مرضى قرحة المعدة ممتاز شكرا لك أستاذة سامية العثام من أخصائية التغذية العلاجية بهئة الصحة في دبي هذه المداخلة عن تغذية مرضى قرحة المعدة ونهارة سعيد شكرا جزيلا لكم يعطيكم الصحة والعافية شكرا نحبت الله يعافيك أهلا نحبت الله يعافيك رح نطلع الحين فاصل بعد الفاصل بنتكلم عن موضوع جميل وهو فوز صحة دبي بميدالية ذهبية في بطولة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات ومشاركتنا في تحدي دبي لللياقة فترايونا إن شاء الله واتذهبوا بعيدا ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة أذكركم أولا برقامة التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 هناك في رسالة إيجابية من ببرعي شي يقول أخوي ببرعي هالصباح يقول السلام عليكم أخواني في برنامج صحة وسعادة أهلا وسهلا بكم أشكر الأخوان في هيئة الصحة بدبي جميعا دون استثناء وأشكر الدكتور الجراح علي محمود على ساعة صدره يعطيك ألف عافية يبو ببرعي على الرسالة الإيجابية هذه وإن شاء الله يكون هذه بداية لمزيدنا الرسالة الإيجابية لاتصل إلى البرنامج مثل ما تكلمنا قبل ما نطلع الفاصل رح نتكلم الحين عن موضوع جميل وإيجابي أيضا وهو عن فوز صحة دبي بالميدالية الذهبية في بطولة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بنتكلم عن هذا الإنجاز الجميل وعن مشاركة الهيئة في تحدي دبي للياقة معانا عن طريق الهاتف الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية بهيئة الصحة بدبي صباحك ورد يا أخي حمزة صباح النور كيف الحال الحمد لله بخير الله يسلمك شخ بارك والله افتقدناك في الاستوديو في البداية رح بالفيش وفي المجموعة اللي وياك في الإداعة ما تقصر وقلهم صباح الخير بخصوص بطوءة شخة الهند أبتكبر نتكلم فيه اليوم أول شيء أهني مسؤولين بهيئة الصحة وعرابسهم معالي حميل القطاني على إحراز فتيات واللعبات تهيئة الصحة على مركز الأول البطلة جاني لين ماي على مركز في بطوءة الريشة للطائرة وعلى مركز الثالث البطلة دور لغاسك في بطوءة الشطرنج وهذا كل جاء بدعم معالي حميل القطاني وخصوص موضوع مشاركتنا ونحن في نسخة الثالثة الحمد لله شاركنا في جميل ألعاب شاركنا كأول مرة في جميل الألعاب هي تشاركها الموضوع ونحن كنحن ومجلس دبي الرياضي ومن خلال لجنز المرأة في مجلس دبي الرياضي وفي هناك تعاون والدعم والتنسيق معهم على مدار السنة في جميع الفعاليات يسمون مجلس دبي الرياضي ممتاز نقطة الثانية نحن كهيئة الصحة ودعم المسؤولين أن نرسخ رياضك واسلوب حياة في جميع تثقيف جميع موظفي هيئة الصحة وبالتالي الحمد لله في تشجيع وممارسة نشاط الرياضي من قبل الموظفات السنة أكثر من السنوات السابقة وبالتالي يعني في نتائج وفى مشاركاتهم في جميع الفعاليات ان شاء الله وإن شاء الله خلال الفترة اللياية في فعالية ممارسة السيدات إن شاء الله طارق 16 إلى 10 بعد مشاركين ممتاز وإن شاء الله من الموظفات اللي يشاركون في جميع الفعاليات النسائية التي تنظمها الهيئة أو مدارسة دبي الرياضي ممتاز طبعاً الحين تحدي دبي لللياقة يعني ما شاء الله الناس كلا نشيطة على الفترة ومشاركة فيه. فحددنا أخي حمزة عن الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن مشاركتها في تحدي دبي للياقة. وين موجودها الفعاليات؟ فعاليات تحدي دبي 30 by 30 الحمد لله نحن خلال إدارة الإعلام وهذا بلغنا جميع فعاليات رياضية الموجودة في قطاعات ومستشيات لدى الهيئة لممارسة الموظفين حتى لو نص ساعة في اليوم من خارج المكاتب أو داخل المكاتب أو يكونون في أماكنهم في بيوتهم أي مكان يمارسون النشاط من خلال البرامج الموجود عندهم وبالتالي نحن كالجهة الرياضية عملنا فعاليات. نحن بدأنا فعالي الأولى من بعمسات في جيم وقت لللياقة مع الموظفين وإن شاء الله فعاليات الجاية إن شاء الله عنا خلال أسبوع الجاية كرة القدم بين المدراء والطباء اللي بيكون بالليل على ملاعب هيئة الصحة وإن شاء الله عنا في مركز تاهيل في الصفا صباحاً وسبوعاً إن شاء الله خلال نص ساعة بيكون مع موظفات وموظفين المركز وعنا إن شاء الله خلال السبت إن شاء الله بيكون في يوم في وقت لللياقة كمان الصبح الطائرة والسلة والسباحة كل هذا من ضمن برامج تحدي دبي لللياقة بالإضافة إلى أنشطة اللي بنسويها في المستشفيات إن شاء الله وأفتكر أنتو كندل الحمر بعد ما شاء الله أنتو مشارطة إنشطة وفحاليات جميلة يعني صحيح صحيح في ندل الحمر يومياً الصبح من سبعة ونصف لإنتمان في صف رياضة موجود ومدربة موجودة ومسوينهم جدول موظفي قطاع الرعاية وكل يوم في حصة مختلفة فما شاء الله الإقبار جميل إيه لو شيء جميل ونحكي كلجنة رياضية على سمن استعداد بالتنسيق معاكم لتنفيذ مثل هذه المبادرات اللي تسمونا كنتوا مشكورين يعني جميع المستشفيات وعندنا بعد بطولة كرة ثلاثية بين الموظفين إن شاء الله نوع من التحدي نعم بيكون إن شاء الله خلال الفترة اللي آية إن شاء الله ممتاز أخوي حمزة بس كلمنا عن مدى الإقبال والمشاركة من الموظفين في هل أنشطة رياضية المختلفة ما شاء الله سواء كان ضمن تحدي دبي ولا خارج تحدي دبي هو بصفة عم جميع الموظفين إحنا أو دوارة ثاني يمارسون نشاط رياضي طول السنة نعم لو تلاحظوا جميع المضامير اللي حكومة ما سوونا في الدولة كلهم ممارسوا النشاط رياضي ممتاز عشان سرسي باي سرسي نعم الناس ممارسوا رياضي بصفة عم بس في هالشهر يتم تركيز أكثر كنوع من التفخيف وتوعية للأفراد في مجتمع دولة الإمارات ومدينة دبي خاصة ممارسة النشاط وتفكيرهم بفائلة الرياضة وأنها الرياضة أسلوب حيال لذي كل شخص يسوي لأنه يقولك إذا أنت مارس شيء على الطول يعني خلال فترة معينة وثماتيكيا بعدين أنت منسك بتمارس يعني على طول خلال عندك شيء روتيني صحيح صحيح كموظفين هيا الحمد لله يشاركون ويشاركون يسجلون في البرامج الموجود التفعيل للبرامج على المبسط إن شاء الله يجلون خلال فترة لياية إن شاء الله إن شاء الله أخي حمزة كلمنا عن البرامج الثاني اللي عندكم والمشروعات الرياضية اللي موجودة للمحنين من الحين لين نهاية السنة ويمكن على بداية 2019 شو عندكم برامج رياضية وفعاليات نحن إن شاء الله عنا المشاركة نحن عنا فعاليات نوعين فعاليات نحن نسوي للموظفين كاللجنة رياضية بالهيئة نعم في كرة طار والسلة وكنس وقدم وفي مشاركتنا مع مجلس دبي الرياضي جميل شكرا مقصد نحن علعاب القوة نحن نطريق 16 للسيدات نعم سبارت ريس في حتى شهر شهر 11 بعد طريق 20 يمكن حتى بنكون موجودين ممتاز وحن نبعد من مرسون العالمي اللي بي سيكون في دبي يعني إذا هستنوا يدفع عاليات موجودة إن شاء الله جميل ممتاز طبعا هاي دعوة لكل الموظفين هيئة الصحبة تبينهم يكونون جزء من الأنشطة الرياضية المختلفة ما شاء الله خصوه مثل ما ذكرت حضرت أخي حمزة إنه فيه نشاط رياضي متنوعي ناسب الجميع يعني إلا ما يحب الجري في رياضة الدراجات في سلة في وائد أنشطة رياضية مختلفة ممكن الواحد يساهم فيها أخي حمزة كلمة أخيرة قبل ما نختم هذا اللقاء الجميل معاك اليوم كلمة الأخيرة أحب أقول أخواني في اللجنة الرياضية أعضاء اللجنة المشكورين نحن نجهودهم والتنسيق خاصة من الأخوات حوة وعبد الله فلالسي وآمنة وحنان أثناء بطولة شيخة هند المنصقات التي كانوا في البطولة أقولهم مشكورين وما قصرتوا وأشكر معاك اليوم حمزة القطاني مرتا ثانية على دعم لرياضة المرأة في الهيئة وتوجيهات لاستمرارية النشاط الرياضي نحن كالصحة ورياضة عملتين لوجه واحد وبالتالي نحن نكون نشيطين في هذا المجال لأن إذا أنت إنسان كنت صاحي وبتمارس نشاط بتنجز أكثر من واحد يكون تعبان وبالتالي أحب أقول لجميع من الوظفات في هيئة الصحة وأي حد يعني في المجتمع يمارس الرياضة حتى لون الساعة صحيح يكون إن شاء الله بالصحة إن شاء الله أنا شاكرا لك أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية بهئة الصحة بتباية اللقاء وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق ونشوف فريق الهيئة إن شاء الله على المراتب في مختلف الرياضات وشكرا أنت ما يقصر شكرا لك نهارك سايد شكرا 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 مثل ما تفضل أخي حمزة عن الأشطة الرياضية الموجودة ومثل ما قال إنه كثير إذا مو كل الهيئات الموجودة كلها عندها فرق رياضية وعندها أنشطة رياضية لكن للأسف تلاقي أحيانا الموظفين يعني يتكاسلون إنهم ينضمون لمثل هالفرق الرياضية يقولك أنا ما عندي كثيرة درب لكن الفرق الرياضية ضمن العمل أو شي يا جماعة تقوي روحها الزمالة في العمل تقوي العلاقات الاجتماعية بين الناس ممكن أنت تشغل في شركة كبيرة حتى مثلا نحن في هيئة الصحة نحن قطاع ما شاء الله كبير قطاع الرعاية الصحية الأولية بروحها كبير وإن هيئة الصحة بكبرها فلما نشترك في أنشطة رياضية وفرق رياضية نتعرف على الموظفين في أقسام ثانية في أماكن ثانية ما كنا بنتعرف عليهم فيسجمتها علاقات اجتماعية وعلاقات الاجتماعية دراسات بينات إنه حتى تقل الإنسان من الإصابة بالزهايمر بتتعرف على ناس يداد على شعب يديد ممكن على جنسية يديد على عادات جديدة فأنت تقوي أواصر العلاقات الاجتماعية هذا رقم واحد رقم اثنين تخليك أنت إنسان نشيط أكثر ومعطاء أكثر في العمل ترى الرياضة مو بس عشان أنزل وزني أو عشان والله ما ييني أمراض في القلب الفكرة مو من الرياضة هذا فقط الرياضة تحسن صحتك النفسية بشكل عام تخليك أنت إنسان إيجابي أكثر تخليك إنسان نشيط أكثر مو فقط للعمل عشان أنت تقوم بدورك في الحياة مثلا مع عائلتك مع عيالك مع أصدقائك الناس اللي ما تمارس دائما تكون تعبانة حتى لو مثلا لو قلت لهم بنطلع من سير رحلة بنصير مكان يقولك لا أنا تعبان أنا عايزان أنا ما أقدر بينما الشخص اللي مارس راضي يكون نشيط فيه شدة فيه هبة يعني يصير خصوصا حين مع الجو والناس بتروح للبار ما تبعى واحد كسلام معها ييلس تبعى واحد نشيط وفنان ويعني عندها لياقة على الأقل بتطلعون بتغيرون جو تخلوا الرياضة الرياضة جزء من يومكم لا تعتبرونها فرض أو واجب أو شيء زيادة أو شيء ثانوي يعني ها إذا فيه وقت فيه وقت ما فيه وقت ما فيه وقت إذا اعتبرناها شيء أساسي مثل الغداء مثل نومة العصر مثلا مثل قلاصة أول الصبح مثلا أو شاي العصارع عن بعض الناس اعتبرنا الرياضة هي نص ساعة ضمن هالجدول صدقوني ما بتحسون فيها غير أنتوا تسوينا كل يوم واليوم ما تسوينا فيه تحسون فيه شيء ناقص أنا رح أطلع فاصل وبعد الفاصل شاء رح أتكلم عن موضوع جميل آخر فابقوا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة نكركم برقامة تواصل على 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-0-6 شرعت هيئة الصحبة بي في إعداد استراتيجية نوعية للتعليم الطبي تواكب المستجدات العالمية والمتطلبات المستقبلية التي من شأنها زيادة قدرة وكفاءة الكوادر الطبية والطبية المساندة وتكفل في الوقت نفسه تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير والأصول المهنية المتقدمة لحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن صديف اليوم الدكتورة وديعة شريف نائب مدير إدارة التعليم الطبي في إعداد الصحبة بي وصباحة شورتي دكتورة وديعة يا هلالي سعد صباحكم عزيزتي دكتورة ندى وسأل صماح الفريق اللي قائم في الإذاعة لزاكم الله خير شكرا لك دكتورة وديعة أوشي نتكلم نبدأ بشكل عام عن ما هو تعليم الطبي في إعداد الصحبة بي نعم صحيح عذا أبتدي في الموضوع أنا ممكن بنوه شوي أنا بناء على الفترة الأخيرة توجيهات من صاحبة سمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكمة بي وكذلك بتوجيهات من المجلس التنفيذي والقياد الرشيدة في الهيئة بضرورة تعزيز دور التعليم الطبي والأبحاث في الإمارة مثل ما تعفين هذا إحنا إدارة التعليم الطبي طبعا موجودة في الهيئة صالها بفترة طويلة لكن إحنا بنعزز دور التعليم الطبي وكذلك يمكن نوه أكثر بدور الأبحاث الطبية بتكون إن شاء الله في الإمارة بصورة قوية في الفترة الهيئة إن شاء الله جميل دكتور روديعة في حين مثل ما ذكرنا في استراتيجية سوف تتم طرحها للتعليم الطبي نعطي أهم ملامح لهذه الاستراتيجية وهم المبادئ اللي بتقوم عليها صحيح إحنا بناءنا على التوجيهات عاقتنا ورشة عمل الأسبوع الماضي ورشة عمل كانت عن الابتكار والاتجاهات المستقبلية في التعليم الطبي وكانت من أهم أهداف هاي الورش أن نحلل وضع الحالي للتعليم الطبي وطبعا خطط لها على المستوى الدولة بصورة استراتيجية كبيرة وكذلك نحط شوية خطة عملية لتطبيق أفضل الممارسات والتجارة في التعليم الطبي حول العالم نحن نشوف شو هي أفضل الممارسات العالمية ونشوف كيف نواكب التطور لابتكار الماشي إن شاء الله فبالتالي صراحة الهيئة تستثمر بشكل كبير يعني في عداد الجيل المستقبل من الطبع وإدارة التعليم الطبي شافتنا هي من أهم الركاز الرئيسية اللي هي موجودة في رحلة الطبيب يعني في رحلة حياة الطبيب وطبعا ما يقتصر دور التعليم الطبي فقط مثلا إن مجرد ما الدكتور يتخرج وبالتالي ما بنعرف عنه أي شيء في المستقبل لكن نحن حاليا نمد هالدور ونستثمر أكثر في تقديم رسالتنا عن طريق تنظيم البرامج التدريبية الطبية اللي يتم عقدها في الإمارة وخرج الدولة كذلك عن طريق الملح والابتعاث الدراسي طبعا حاليا نحن بالإضافة لذلك نبقى نزود لطباب أحدث المعارف والتقنيات اللي موجودة في مجال الطبي ونتحلم الفرص الأكبر يعني عشان يكتسبون المهارات بصورة أفضل ويتمكنون من المهارات الطبية الموجودة يمكن يمتد خلينا نقول يعني المهام أو تمتد مهام الإدارة أكثر توسعد بشكل كبير في الأون الأخيرة عشان تشمل إجاد أفضل السبل تحسين طرق الوصول للأبحاث الطبية وكذلك للتدريب الطبي حاليا نحن عدنا في الإدارة ثلاث أقسام عدنا قسم التعليم الطبي وقسم التدريب الطبي والأبحاث الطبية قسم التعليم الطبي يشمل أكثر من شيء يعني بالإضافة إلى وجود تخصصات طبية حاليا عدنا عشرين برنامج تخصصي 16 منها هي الرزولانسي نحن نسميها اللي كالطباء قاموا موجودين فيها في جميع مرافق الهيئة بالإضافة إلى السبس بشالة أول كنينة كالفلوشب أربع برامج فهذا طبعا يتيح فرصة كبيرة أن نستقبل عدد كبير من الطباء عشان يتخصصون في جميع المجالات الطبية الموجودة عدنا وسفيدون من جميع المرافق الموجودة في الهيئة طبعا بشكل كبير وفي استقطاب من جميع حتى نقول مش بس لمستوى الشرق الأوسط من جميع الدول المجاورة يدخلون في برنامج دبي التدريب للتخصص الصحية طبعا الضغط كبير نحن عندنا تقريبا ما يقارب يمكن فوق الأربعمائة شخص يتقدم سنويا ونعم الفرص المتوفرة حاليا هو تقريبا ما يقارب من بين السبعين وثمانيين كرسي للأطباء طبعا في التعليم الطبيب بالإضافة لذلك عدنا الملاح الدراسية والابتعاث الدراسي والهيئة مدقصر في التوطين وكذلك نبدل كل السبل المتوفرة عشان نستثمر في طبائنا ويحصلون على شهادات علياس حتى ما بعد البرنامج التخصصي منجرة ما يحصلون على الاقتصاصي فممكن ما بعد ذلك حتى يطلعوا مبارا ويتشوفون السابس بشارتي أو المافاقة التخصصية في التقصصات اللي هم حابين فيها أو مجالاتهم الطبية الموجودة طبعا في المرحلة اليانا إن شاء الله إحنا بيكون تركيزنا كبير على الأبحاث الطبية ونفتح لها مجالات ونستفيد من الابتكارات الطبية وتقنيات الجيل القادم بتحسين أساليب التدريب والتشخيص وكذلك يعني طبعا نشوفي شو الأثر المترتبة على التغيير ورح نقيصها إن شاء الله وهذا المفرض اللي بيحدد اتجاهاتنا المستقبلية إن شاء الله إن شاء الله دكتور وديع أنت ذكرتي فيه تعليم طبي وفيه تدريب طبي هل التدريب من ضمن الطلبات الداماتين أنا بقى أتدرى في هيئة الصحة مثلا هل التدريب يطلب إن الموظف هذا أو الطبيب بعدين يشتغل في الهيئة ولا هو بس يأخذ يعني يشتغل يتدرب عشان يأخذ الخبرة من الهيئة صحيح هذه لها عدة اتجاهات الفرق بين التعليم والتدريب الطبي التعليم إحنا نعلم في الموضوع إن يكونوا هذين لأطباء متخصصين يعني هذين لنه كان عقد معهم على أدد السنوات التخصصية الموجودة في أغلب التخصصات هي أربع سنوات تخصصية طبعا هذا عقد معهم إحنا ملزومين بتدريبهم وتعليمهم بحيث إن في الأخير نأخذ بيديهم عشان يأخذون شهادة التخصص في النهاية المطاف صحيح في طبعا تخصصات توصل لخمس سنوات تخصصات مثل جراحة العصاب لست سنوات نعم فهذا إحنا ملزومين بتدريبهم على كفاءة عالية بما يناسب الجودة العالمية عشان إحنا تكون في الأخير يعني يكونوا حصلوا على شهادة البورد على الأقل وفي معظم تخصصات بالإضافة للبورد عندهم يعني يمكن يأمى دبل بورد يعني شهادتين في مجال تخصصهم أو بالإضافة إلى شهادة الزمال الموجودة الفرق بينه وبين التدريب الطبي طبعا هو بعد ما يخلص الطبيب التخصص يعني المجال التخصصي ستعرفين أن القطاع الصحي قطاع حيوي جدا صحيح أو في التعليم والصحي فلذلك إحنا محتاجين نواكب يعني أفضل الممارسات الموجودة عالميا فبالتالي محتاجين أن يكونوا على كفاءة ودراية عالية بأحدث التطورات الموجودة لذلك إحنا نلزمهم بعدد ساعات إحنا نسميها ساعات التدريبية المعتمدة فبالتالي لازم عشان يعني طبعا كل طبيب عشان يحصل على أن يكون يعني ليسنا فالد اللخصة المهنية مالتا تكون صالحة للصحة صالحة بالضبط نعم لذلك نحن نطالبهم بعدد ساعات تدريبية معتمدة صحيح وهذا طبعا إحنا لذلك إحنا ملزومين نوفر لهم البرامج التدريبية الموجودة وهذا يندرج تحت قسم التدريب الطبي طبعا بالإضافة إذنة كانت يعني غير الكورسات أو الدورات اللي هي موجودة في طلبات التينة إحنا من الجامعات في طلبات التينة مثلا من الطلبات اللي محتاجين مثل الأعمال التطوعية وهذا وكذلك قسم التدريب هم اللي يعنون في الموضوع ممتاز وذلك هذه التورة وديعة قسم الأبحاث عندكم شو أهمية التركيز على الأبحاث وشو نوعية الأبحاث للدوء يعني تحرص عليها هي تصحبة بي نعم الأبحاث طبعا إحنا هذا اللي نباني أعطيه حيز كبير إن شاء الله في المرحل الياية إن شاء الله الأبحاث الطبيعي صراحة إحنا يمكن الدولة تفتقرحين حاليا لعدد المخراجات اللي احنا يتمد عليها في مسيرتنا أو في تصورنا لكيف نشوف المساقات الطبيعي اللي يمحتاجينها في الهيئة أو في كإمارة فلذلك إحنا يمكن نباني شوية نفصل للضوء أن كيف تكون مثلا معظم الداتا أو خلينا نقول البيانات الموجودة المتوفرة نعمل عليها دراسات بحيث أن أي تصورات مستقبلية في مثلا نباني أخذ فيها أي قرارات مستقبلية من ناحية الصحة تكون بناء على الأبحاث والدراسات الموجودة المحلية بدل ما نعتمد على الدراسات الأجنبية فقط لذلك هذا إن شاء الله نعطيه حيز كبير وبالتالي يعني يمكن ما يكون بالعادة ما نحصل إحنا إقبال كبير عليها من الأطباء فإلا إحنا نسوي إن شاء الله في المرحلة الياية شوية ندخل أساليب المبتكرة وخصة مثلا إذا نفتح بيئة جاذبة للأبحاث الطبية ونساهم وتساعد حتى الأطباء يعني بعد الدورات إن شاء الله كيف يقدمون على الأبحاث الطبية طبعا هذا بيعز سواية من وظيفتهم المستقبلية بالإضافة إن الهيئة بتستفيد من الأبحاث الطبية عشان نرتكز عليها في الخطط المستقبلية إن شاء الله ممتاز دكتورة وديعة لما وضعت هذه السياسة حين في تطوير في سياق تطوير هذه السياسة الخاصة للتعليم الطبي كيف تم مراعاة واقع الأطباء ومتطلباتهم ضمن هذه الاستراتيجية؟ نعم وبلا شك الأطباء هم ويظلون هم أساس أصولنا الثمينة الموجودة في الهيئة ومش بس الأطباء عندنا في الهيئة حاولنا نشارك الأطباء في القطاع القصر كذلك لأن هم شركانا استراتيجيا في صياغة الاستراتيجية المرحلة المقبلة إن شاء الله بالإضافة لصراح الأطباء نحن عندنا الخدمات الطبية المساندة فهم وجودهم كان ضروري جدا أن نتطلع ونوقف على أهم التوجهات التي هم يشوفونها أو هم المتوقعين أن نحن نحطيها في المرحلة المقبلة إن شاء الله طبعا إن شاء الله نعتمد على أفضل التقنيات ونشجع الأطباء على المشارك في التدريب والأبحاث الأكاديمية وطبعا نحاول نذكر أننا ليس فقط بما نكون في الرياضة طبعا كدولة ونحاول تكون هنا وجهة عالمية للاستدامة والفرص المستقبلية يعني مثلا يتكون فيها للاستمرارية والاستدامة نعم صحيح نعم إن شاء الله إن شاء الله إن تذكرت أكثر وديعا على الخدمات المساندة لو ممكن نعطي أن نصلت الضوء أكثر على شو المخرجات توقعوا منها أو شو اللي مجهزين لهم الخدمات المساندة ضمن هذه الاستراتيجية نعم نحن عنا طبعا خدمات المساندة نحن نعنا فيهم فئة التمريض نعم وكذلك عدنا فنيين الأشعة والصياطلة وفني المختبرات نعم يمكن التمريض في الفترة الأخيرة شوية تراجعت يعني فما عدنا إقبال كبير من المواطنين حتى وكذلك غير المواطنين نعم لفئة التمريض والتخصص فيه فهنا نحاول نحن نحط لهم منهج عملي تطبيقي بحيث أنه يكون فعلا تكون جاذبة لفئة التمريض وكذلك ندرجهم في استراتيجيتنا عسى بنحط لهم خطة واضحة لمسان مهني واضح بحيث أنهم يكتسبون مهارات فعلا تمكنهم يكونوا على درجات علمية متقدمة ممكن نحن هذه صراحة يعني نواكف فيها مع الممارسة الموجودة في بريطانيا هم وصلوا لمرحلة أن التمريض عندهم يعني بدل التمريض يدخل كأنه يسلك بداية مسالك التدريب يعني مثلا كأطباء فهم يقومون على يعني عندهم أدوار كبيرة صراحة في هذه المرحلة فممكن نهيئهم في عدة تخصصات يكونوا موجودين فيها وهذا ننتح لهم الفرصة بحيث أنه يكون عندهم مجالات واسعة بدل ما يكون التمريض بالشكل التقليدي اللي كان قديم وهذه ما كانت بيأجاد وهذا طبعا يعطي إمكانية أكثر للتمريض يعني يعطيهم قوة أكثر ويوسع مجال عملهم وأكيد طبعا هذا بيكون يساعد الطبيب أكثر ويساعد حتى يحسن ممكن الخدمات المقدمة المتعاملين دكتور وديعة أنت ذكرتني عن تجربة التي هي في بريطانيا شو التجارب العالمية الثانية طلعتوا عليها وستسفيدون منها في تطبيق البرامج صحيح نحن يمكن ضمن الورشة كانوا الأكسبرت أو الخبراء اللي كانوا موجودين من جعمة هارفت من أمريكا نعم وطرح فعلا عدة ممارسات اللي هم ما اعتمدينها هناك في أمريكا كذلك في بريطانيا من نشأس فنبقى نعتمد أن نشوفوا كيف النظام للنشأس سواء في الحوكمة أو في تطبيق النظام العملي للتدريب الطبي إن شاء الله وكذلك طبعا كانت عندنا خبراء موجودين من هونج كونج من سنغافورة ومن السويد طبعا هذه الدول رائدة في تطبيق التعليم الطبي نحن باقينا نستشهد ونستخدم شوي تقنيات الروبوتات وأجهزة المحاكاة المتقدمة ونحاول نسخر الواقع الافتراضي عشان عشان نستفيد من طرق معالجة أفضل الطباء حول العالم فبالتالي هذا ما يحتاج حين نطرش ونبعث يبتعثون دكاترتنا أو الطباء اللي مقدمين على التخصص عندنا في الدولة للخارج كل شوي فإحنا ممكن مجارة ما هم يعني يكونون على دراية وأن كيف هو الواقع الافتراضي اللي قاعد يسوين مثلا الطباء ممكن أو خبراء أو استشاريين على المستوى العالم بأفضل ممارسات في أفضل التخصصات اللي موجودين يعني معروف عنهم أو مشتهرين بهذه العمليات المتقدمة فهم ممكن يتشوفونهم وهم موجودين في البلاد يعني فبطريقة شرحة جدا تكون عالية تقنية إن شاء الله ممتاز دكتورة وديعة تخبريني بعد خدمات الأخرى أو شو تطموحوننا مع تطبيق السياسة اليديدة هذه أو في التعليم الطبيب بشكل عام شو طموحاتكم وشو تؤمنون تقدمونا في المستقبل صراحة إحنا كان هدفنا الأساسي إننا نتبادل الأفكار ورؤى وتتصورات حول قطاع الرعاية الصحية والشكل اللي نحن نبا يكون هو الأمثل اللي نبا يبدو عليه التعليم الطبي إن شاء الله في المستقبل وهذا نحن نبا يكون بشراكة مع جميع الشركان الاستراتيجيين سواء كان من تعليم في القطاع الخاص وكذلك يعني إحنا نثمن جهود المديرات التنفيذيين في الأهيئة وعمداء قلية الطب اللي كانوا موجودين ويانا في الورشة لهم تساعدوننا نوقف على احتياجات المستقبل للتعليم الطبي ومشاركتهم في وضع التصور المستقبلي وفي نهاية المطاف ترى خارجين البرامج التخصصية أو من التعليم الطبي هم مرضهم للميدان في الهيئة وهم اللي بيخدمون المجتمع فهم الصور الأساسية وطبعا لهدف الثاني كان نحن كنا نبا نطلع من الورشة بفهم ما هي شكل أنظمة التعليم الطبي الناجحة حول العالم والاستفادة من أفضل تجارب لهذه الدول الرائدة والحمد لله طلعنا بمخرجات جميلة إن شاء الله وبنسعى إن شاء الله جميعا في تحقيقها ممتاز دكتورة وديعة بخصوص الدورات التدريبية التي تعطونها أو اختيار تخصصات الفرعية كيف تم اختيار هذه الدورات هل يتم دراسة الحاجة الحالية في الحاجة العمل الحالية أو يتم على اقتراحات الموظفين أو المقارنة مع التجارب العالمية الناجحة كيف تقررون أي دورات تدريبية يتم تطبيقها في الهيئة صحيح نحن عدنا نطمئن الاحتياجات التي من الميدار في البداية سواء كانوا من المدر التنفيذي المستشفيات أو نسميهم المدر الموجودين فبالتالي حسب الاحتياجات هذه تقاس هذه الاحتياجات وبناء على الاحتياجات المحتاجين في عدة تخصصات في المستشفيات المختلفة في الهيئة نقيسها وبالتالي نشوف كيف فرص تقديم المساعدة فيها طبعا تعتمد على القدر الاستيعابية بدرجة الأولى وبالتالي هي تخصصات المتاحة لنا ومن هنا نفتح باب للشركات والتفاقيات مع الجامعات العالمية وكذلك الهيئات المختلفة مثلا حين عدنا اتفاقيات كبيرة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عدنا مع الأمان العام المجلس العربي للتخصصات الصحية ففيه عدنا صراحة كوادر جدا ممتازة لإشراف على التدريب عدنا في الهيئة هم من واطنية الدولة اللي هم افتعتوا ويابوا مثلا الخبرة والدراية الكافية من برع وهما الحين اللي يقيمون بالبرامج هذه فهم لهم الرياضة في هذه طبعا بالاعتماد مع الجهات التعليمية التخصصية فبالتالي احنا ندرجة تخصصات الموجودة ممتاز كلمة أخيرة دكتورة وديعة حابت تختمين فيها اللقاء الجميل هذا معت اليوم صراحة احنا شرفنا للغاية بحضور معالي دير العام هيئة الصحة بيحمد القطامي بالكلمة الافتتاحية في الورشة وشرفنا جدا لرؤية يعني أكثر من مئة شخص من مختلف قطاعات المنظومة الصحية والبحثية والتعلمية على مستوى الدولة في هذه الورشة العمل التفاعلية كانت موجودة لسبوع لطاف فمن هنا احنا استفدنا من ملاحظات ومقترحات مشريحة واسعة من المشاركين وإن شاء الله هذه المبادرة تساهم في بناء مستقبل مشرق للطلابنا إن شاء الله ونحاول نجعل دبي المحور المركزي للتمييز في قطاع التعليم والصحي إن شاء الله شكرا لت جكتورة وديعة شريف نائب مدير إدارة التعليم الطبي فهيئة الصحة بدبي هذا الحوار الجميل يوم معاك ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق ونشوف إن شاء الله كوادر ودفعات تتخرج من سواء تدريب أو من التعليم الطبي وعندنا خبرات إن شاء الله جميلة ويساهمون مثل ما اتفضلتي في ترسيخ مكانة دبي المركز الأول إن شاء الله في مجال التعليم الطبي شكرا لتك دكتورة وديعة ونهارة سعيد طبعا مثل ما اتفضل دكتورة وديعة وتكلمت عن الجهود الكبيرة التي تبدلها هيئة الصحة بدبي لتخريج كوادر قوية كوادر ذات خبرة وعندها علم يعني إحنا نطرش الأطباء برع والموظفين برع عشان يبون الخبرات وعندنا برامج تعليمية وتدريبية الخاصة فينا اللي الناس تتين من كل أنحاء العالم عشان تكتسبن خبراتنا واعتقد في صحة وسعادة طرقنا أكثر عن مرة للتقنيات الجديدة والخبرات الجميلة اللي عندنا فيها تصحبت بي اللي الناس تتين نهني وتستفيد منها وتطلع على تجاربنا في هذا المجال فيعطيهم ألف عافية المسؤولين والقائمين على هذه الأمور وهو دائما لو هناك بيئة عمل داعمة للإبداع للإنتاج للتدريب للإكتساب الخبرة ترى الموظف رح ينتجه رح يوصل فإحنا اليوم أنا عندي بيئة داعمة في الإذاعة إن أنا أختم برنامجي حاليا فشكرا لك أيمن سرحي وجدك معي في الأخراج وشكرا لك ميري رغفلي ومخليبة في التنسيق شكرا لكم إنكم داعمين دائما لي في البرنامج دائما يكون على الهوى سامع زميلي محمود أو لما أكون بروحي وشكرا لكم مستمعين إن أنتم أيضا داعمين البرنامج بتواصلكم واتصالاتكم وملاحظاتكم شكرا لكم هذا وأتمنى يكون في تفاعل أكثر كل يوم عشان نثري البرنامج حين رح أختم إن شاء الله البرنامج وإن شاء الله بالحياة ألقاكم غدا فإلى أن ألقاكم في الغد أقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي